وبين أهل الاختصاص من خبراء وأطباء يترح سؤال أهمية التلقيح خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة السؤال يناقش في لقاء العيون يوسف ويشو شهدت أقسام الإنعاش على مستوى الوطن ضغطا كبيرا بفعل المضاعفات الخطيرة لوباء كورونا خاصة في صفوف الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ولكن وبعد انخراط المملكة في عملية التطعيم لوحد تراجع كبير في عدد الحالات الحرجة لدهاته الفئة نقط حضيت بنقاش واسع خلال هذا اللقاء العلمي السنوية راكنين بعض الأفكار اللي كتقول بي أن التلقيح ما مسموحش للخيم لا بالعكس التلقيح ديالكورونا هو اللي خلالنا نطلع نسبة الشفاء عند المرضى السكرين راكن لاحظنا بأن مؤخرا كورونا نسبة الوفاة اللي كانت تسبب ولا تقليل مقارنة مع ذلك الشي اللي كان في الأول لهذا تنصحوا الناس اللي عندهم الأمراض المزمنة باش يمشي دروا الفاكسين ديالهم لأنه سيتقصى بطر ولاحظنا بأنه الناس اللي قدروا الفاكسين ديالهم راكنين يمشوش الأقسام ديالين عاش وهذا هو الهدف من هذه النواة العلمية الأيام العلمية وقفت أيضا عند منضعفات هذه الأمراض المزمنة وكذا كيفية التعامل معها خصوصا أثناء فترة التشخيص كيفية الحد من تعرض هذا المرضى لهذا الفيروس كذلك كيفية التعامل الأطباء العامون اللي هم الأولي اللي تلاقوا مع هذه النوعية المرضى مع هذه الوباء خصوصا في محل الأمراض المزمنة هي أيضا محطة علمية جمعت أطباء في مختلف التخصصات الذين قاربوا موضوع الأمراض المزمنة في زمن كورونا من حيث تيسير الألوج إلى العلاج وأيضا ثمين نتائج الحملة الوطنية للتطعيم